تتزايد الاعترافات والقرائن والأدلة على تدفق الإرهابيين المرتزقة ومختلف صنوف الأسلحة من شتى أسقاع العالم إلى سوريا أما الجديد في ذلك فهو إقرار وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز بوجود عدد كبير من الليبيين يقاتلون في صفوف المجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا أكثر من ذلك الوزير الليبي كشف في حديث لقناة روسيا اليوم أن كميات كبيرة من الأسلحة تم تحويلها من ليبيا إلى سوريا مبينا أن شحنات الأسلحة التي تم تهريبها إلى سوريا لم تكن من طرابلس وحدها بل من عدة دول عربية وغربية في خطوة تبين مدى تواطئ وتحالف الحكومة الليبية مع الإرهابيين والتنظيمات التكثيرية في سوريا واستهتارها بدماء السوريين تفاخر وزير الخارجية الليبي بموقف بلاده الداعم للإرهاب معتبرا تقديم السلاح والمسلحين للمجموعات الإرهابية التي تقتل وتسفك الدماء في سوريا مدعاة للفخر والاعتزاز تتفاخر به الحكومة الليبية علما أن تزويد الإرهابيين بالمال والسلاح يعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في القانون والأعراف الدولية مواقف الوزير الليبي تجاه تمويل وتسليح المجموعات الإرهابية في سوريا حملت تناقضا عندما طالب عبد العزيز خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بتأييد حل جميع المشاكل في العالم على أساس احترام القانون الدولي وسيادة الدول واستقلالها وميثاق الأمم المتحدة وكانت الأمم المتحدة نشرت تقريرا أكدت فيه أن الأسلحة تنتشر في ليبيا بشكل كبير وأن الأسلحة تصل إلى المجموعات الإرهابية والتكفيرية في سوريا ومالي ودول أخرى وتعزز ترسانات المتطرفين وعصابات الجريمة في المنطقة مراقبون يرون أن ليبيا بعد أن وصلت إليها الديمقراطية على طريقة الناتو والحرية عبر طائرات الـ F-16 والصواريخ الأمريكية باتت مرتعا للمجموعات التكفيرية والإرهابية ومصدرا رئيسيا للأسلحة والفوضى في المنطقة لأن غاية الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الأوروبية هو تحويل المنطقة العربية إلى بركان متفجر ليستمر الاقتتال الداخلي بين جميع أبنائها وأطيافها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر